التقى قداسة البابا فرانسيس في روما مع أساقفة الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في بعض دول الشرق الأوسط والدول الناطقة بالعربية جاء ذلك خلال العقادي أعمال الجمعية العامة للأساقف اللاتين في البلدان العربية والذي يغطي الأردن وفلسطين ولبنان والعراق وسوريا ومصر وقبرص وجيبوتي والصومال ودول شبه الجزيرة العربية وفي اللقاء قال قداسة الحبر الأعظم أمام الأساقفة بحضور غبطة بطريارك القدس الكاردينال بير باتيسيا بتسبالة إن الصراع في الأرض المقدسة أصبح مزمنا مع خطر انتشاره وإشعال المنطقة بأسرها وإن هذه الأوضاع أدت إلى سقوط عدد لا يحصى من الضحايا بالإضافة إلى دمار هائل ومعاناة واسعة النطاق فضلا عن تعزيز مشاعر الكراهية والاستياء والتي يمكن أن تقود إلى مآسا في المستقبل وطمأن قداسته الأساقفة بقربه الروح منهم ومن الكنائس التي يمثلونها كما شجعهم عن المثابرة في إيمانهم وتعزيز الحوار والسلام وفي ختام حديثه شدد البابا على ضرورة الاهتمام بالتعليم المسيحي وتوفيره للطلبة المسيحيين أينما كانوا طالبا منهم الصلاة بشفاعة مريم العذراء موسيقى